فايسل اي تري كيف حالك في فايسل اي تري والبعث يقول ها هو فايسل اي تري التاني جاء كيف رضي الى الهاتف لاعلم اه يا نارا يخلط عنده يا فاطمة فايسل اي تري هو مانكا انا اصلا بيزدينه لاطاي ها الخير موجود لاعلم قتلي بفايسل اي تري انا اصلا عر فعلا كنت سمع هاد الاسم ولكن معمرني اشته شخصيا وعلى حسب ما عودوا لي لعلاقة تاليني بي انا تن اعوذ بالله من قولة انا تنخدم على راسي فايسل اي تري ما اعرف وش يخدم على راسي وش فنان وشنو ولا علش كيقلب انا كنت قلبت على البوز ولا هو يقلب علي البوز عن طريق اكتساب و تابات الخطوات في المجال الفني وفي الميدان الفني اكتر نشوفو شمان نحقق واحد جزء من الشغراء يلا زاد كمل وزادت الشغراء نشوفو انه دار صاك فيه روبيني او دار فيه بولاو هاد الامور هذي كموضع بالنسبة لي لا ابدا انا بعد اول حاجة عزيز عليا البلدي عزيز عليا لاختيز انا معه كان بزاف 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 بل عصري ما عنديش معه البلدي تعجبني عند واحد الفخامة عند واحد لده عند واحد لمسة كتبت المغربية ديالي وكان افتخر بها التراث ديالنا ما بالنسبة لي تشوفني بساك و لاب فيوز و لاب كوافوز اذا كشي ابدا 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 تقريبا نفس شكل ديال فيديو ديالك واش انت بغيتي تدير بحالة او تقلدها او شنو بالطب فعلا فعلا ان القناة ديالي حاليا ومؤقتا كندير بحالك شيد فطيمة التاويل و لكن كلك في طريقة ديال تأدية دياله و كله المواضيع اللي كي يهدر فيها بطريقته الخاصة فعلا فطيمة التاويل هو حاليا ولا قدوة فعلا كندير الكوميديا لان اذكرتها وسبق اللي ذكرتها كندير كوميديا لهذا تيو فطيمة التاويل فعلا و للفنان يوسف ازلال فغيمو انه كان نكتبس بعض الكلمات بزيف الحوايج كي يعطني تزيء ايدي باش نزيد نصح حدوك الفيديوهات و بزيف الحوايج والكل كندير فطيمة التاويل ماشي هي الحاجة كيف ممكن يلقبوني في قناة ترى كنت طلعت باحد سكيتش و تلقبت به فطيمة التاويل و اليوسف ازلال كله عنده البصمة و كله عنده الخطوات دياله بطريقة الخاصة الحاجة كيف ما اسمي شراسك لنا وش هالطريقة ذي الفيديو اللي كنشوف دير فاطيمة التاويل وش هي اللي مقبولة في السوق هي من نوع ديالفوكه اللي كتشوف انها مقبولة يبغيوا يشوفوها المغاربة احنا اولا في واحد الوقت اللي كي الاكتضاد و كين بندم كي يداب زعير مع الوقت و الاستخاس وبزاف بندم كي يبغي يبدل جون تيبغي يضحك تيبغي يهرس ذاك الروتين ديال ديمة من الخدمة للدار الخدمة تيبغي واحد اللمسة و واحد الحوايج اللي يضحك بيها اللي يبدل الوقت و فعلا انا كتباليا بواحد نسبة انها مطلوبة بزاف و كتلقى اقبال من عند الناس و خاصة العيالات وهي ناري على العيالات كي يحماقوا على بحل هادشي البليباغ العيالات كي يحماقوا على هادشي تيبغيوا بحل هادلا فيديوات بزاف و كي يلقوا اقبال من عندهم و مشيت العيالات كينتا الرجال قلت لي باللي المغاربة يعني كيبغيوا يشوفو هادشي ولا ربما يغطوا بيستخز ديالهم علش ما نديروش فوكه اوحد اخر تكون رجال يواج ضروري تكون فوكهة نسائية باش يمكن المغاربة انها تحيد دونستخز ديالهم و انهم يستمتعوا بها علش بالطبط الفوكهة النسائية اصلا الفوكهة النسائية الى دارها راجل كتكون عنده واحد بحل واحد القيمة اضافية حي تخصو يكون متمكن في التشخيص و مكيف طرال يفوحد المهرجان كنت كان عارفو قال لي يبش تقلد مرا رخ تكون فوحد نيفو طالع في التشخيص فوكهة الرجالية كتبغي تشخيص اول حاجة عاد كتبغيك انتا لان مني كتها الزمرة و كتحطها فيك ما كتقشت بين انتا و كتبان هي رشي حاجة اللي كتقدر تبليكم سهلة ولكن هي فعلا صعيبة و كتطلب وقت كبير و الخدمة و صهير كيف يقولك من سهران ليالي طلبة العولة فعلا و لكن انا مهدرتش على كل شيء لان هي فعلا فوكهة الرجالية عندها البصمة ديالا و فوكهة النسائية عندها البصمة ديالا عير ديال النسائية كتتقلد ديال الرجالية كتطلع انتا هو انت و كتتهدر بموضوع بك انتا اما ديال النسائية لا كتختار المرة و كتتهدر بصيف تاهية فيك انتا كتكونتا عاكب حال لسان موصل للرسالة و بس و كالجسم إليك انت مضبوط بالنطق الممتاز بالكلمات بالطريقة بالحركات بالرمشة بالحجبان بكل شيء واحد ناحية و واحد الاضافة انا فيديواتي ما كنتي استعملش فيهم مكياج الا واحد ديال حطوا في اليوتيوب ديال صحابة بوزيق هو اللي كترت من لونوها كبرت الحجبان بزاف حيث الموضوع ديال 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 فيديو اصلا كي هدروع لدو كنس لي بشو البرا و جاو جاو كي بحلا وخب شو طلعوا لابوغ جوازي و داكشي و لكن مازال معربني مازال فيهم ديال 10 ديال تم غرابيت اختي جاي نحنا الدهوبة نصم جيملو ماغوك شي حويج اللي كنت شحال هادي و مازال حاليا كنت داو و خلق لالت بوحد النسبة الماكياج ما كندخلوش أنا بزاف و ما كنديروش مسبال الماكياج و الدكار الماكياج ما شايف ليز اكسسوار يعني ديال مسرحة و ديال السينيما كنشوفوا بعض الشباب ولو كيديروا الماكياج و بمسبالهم امر عادي تقول لك ماشي مشكيل ما رأي ديالك نتوش ممكن فعد النار كنشوفوا كدير الماكياج مقادة الحشبان او شيء من هذه الاشياء هادي اول حاجة هاديك حرية شخصية و ما نقدرش نحكم على كل واحد كل انثان كيوصل يبغى و تيدير ليبغى ولكن بعد الواحد المجهود و عاناء هادك اللي كيدير الماكياج ما قدرش ندخل فيه و ما عنديش الحق لانه هو حرية شخصية كيفما انا ما يقدرش هو يدخل فيه هاديك هو بغيشو فرصه بذيك المصطلح يقدر نظرت نس تقدر تقول ليه طايحة مأترة بزاف ولكن هو عجب و راسوك انا شعنقول لي و لنتمسيته وبالنسبة الماكياج اللي قلتي لي انا انا حاجة وحدة اللي تتحكم عليها هو الى كانت عندي شي عقد ثاني علي هو تطلب لي في العمال ديالي لان ما عنقدرش ديك الساعة معي يكون ما بيدي حيلة هادش عالش غادي نضطر ولكن ما غاديش يكون شي ماكياج لمئة بالمئة لا انا كان اهدر لك على الحياة الخاصة ما اشي يعني في واحد الشخص غيطلع الخشبات المسرح او غيمتل فيلم سينيمائي لازم يدير الماكياج ديال الواحد الشخصية لا الماكياج في حياة الشخصية يخرج به زنقاء يدور به اخوية شعنقول لك دخلتين اللي نسقي و ما نعارف اللقمه هاديك اخوية كيف قلتلك حرية شخصية ما نقدرش نحكم علي الواحد نقدر نشوفه انا انا عجيني واحد نظره والاخرين ما عارش كيفاش هو ما عارش كيفاش كيفاش يشوف راسه لان كل واحد ربي سبحانه وتعالى ربي ما فرق الرئيوصة الى كله و يدير ليبعا هذيك حرية واعج بورثوك اللي نطلبه من الله هو انا ربي نزل العفو دياله على الجميع المسلمين هادش اللي كاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة